مرحبا طلابي طلاب الصف الثالث العدادي إن شاء الله تكونوا بخير وياكم الأستاذة أسيل زيد العزاوي من منصة دورة العراق بهذا الفيديو رح أشرح لكم الأسئلة الوزارية الخاصة بموضوع المضارع التام البسيط Present Perfect Simple والموجود في أنونة الخامس من كتاب الصف الثالث العدادي Number one You book a hotel yet وعدنا بين قوسين هذه الجملة يطلب منه Complete with the correct form of the present perfect هنا محددينا أن نختار present perfect فبما أنه الجملة استفهامي إذن لازم نبدأ بالفعل المساعد والفعل المساعد للمضارع التام البسيط هو يكون have has وتصريف ثالث فشنو اللي يجي ويا اليو يجي have فنختار have فنكتب have you booked هنا بمعنى حجز يعني يحجز بمعنى ومعنى كتاب have you booked a hotel yet وحتى لو ما منطينا أن نستخدم نحن نعرفها من yet يتيم دلالات المضارع التام البسيط فكتبنا تكون الجملة have you booked a hotel yet هذي جاء الدور الثاني 2014 number two have you ever or never camped in the desert هل يوم خيمت في الصحراء فبما أنه عدنا ever وnever ever تيجي ويا الجملة الاستفهامية فذلك نختار ever have you ever camped in the desert هذي جاءت عدة سنوات number three how many letters did you write or have you written so far today يعني كم عدد الرسائل اللي كتبتها اليوم فهنا عدنا بما أنه عدنا الدلالة الزمني هي so far من دلالات المضارع التام البسيط فلذلك نختار have you written number four he has had that motorbike since all four three years فعدنا هنا three years ثلاث سنوات يعني ما محددين الوقت أي سنة فذلك نختار four four three years number five فادية didn't speak to me since her sister's wedding rewrite the sentence correctly يعني أكتب كتابة الجملة بصورة صححة فهنا ما محددين أي زمن فذلك احنا نختار الزمن من الدلالة الزمني فعدنا since بالجملة since وتأتي مع المضارع التام البسيط فذلك لازم نغير زمن الجملة نحذف الددين ونكتب بدلها hasn't ليش اختارنا hasn't لأنه فادية مفرد فنكتب فادية hasn't spoken نحولها تصريف ثالث تصبح spoken فادية hasn't spoken to me since her sister's wedding وهذه الجملة جاءت عدة سنوات في الوزارة number six can I borrow that book after you أستطيع أن أستعير ذلك الكتاب بعدك here you are تفضل يعني I complete يطلب مننا complete the sentence using just and an appropriate verb يعني استخدم just وفعل مناسب فهنا بما أنه نستخدم just فلازم نستخدم المضارع التام البسيط لأن just تجوية المضارع التام البسيط فنكتب I have لأن متأخذ have I have just finished it أنا توّن يعني أنهيته number seven my sister not be to college for three days because of a cold correct the form of the verb يعني أختي لم تذهب إلى الكلية لمدة ثلاثة أيام بسبب الزكام فهنا يطلب منك correct the form فما منطينا أن نستخدم مضارع التام بسيط لكن إحنا من الدلالة الزمنية عدنا for وتجوية المضارع التام البسيط وعدنا be الفعل غير حركي فلذلك نطبق المضارع البسيط يتكون have has وتصريف ثالث my sister مفرد تأخذ has and not ننزله hasn't وbe تتحول إلى been my sister hasn't been to college ونكمل الجملة number eight have you worked here since or for you graduated هل عملت هنا منذ تخرجت فمنذ تخرجت يعني وقت محدد يوم التخرج فلذلك نختار since وننظر nine you meet a pilot you ask how long be a pilot write a question using the words in a bracket يعني أنت التقيت بطيار وأنت تسأل إجد المدة اللي كنت بها طيار فهنا بما أنه عدنا how long وhow long تجوية المضارع التام البسيط والمستمر لكن من الفعل نختار يازم نفعلنا بي فعل غير حركي state verbs من الفعل غير حركية فلذلك نطبق صيغة المضارع التام البسيط فنكتب how long وبعدها لازم الفعل المساعد have لأنه بالمضارع التام يكون شنو يكون عدنا الفعل مساعد have وهذا وتصرف ثالث فبعد have نكتب you الفاعل وبعدها been لأنه الفعل بي حوالنا تصرف ثالث صار been ونكتب a pilot how long have you been a pilot and number 10 you buy any maps of London or guidebooks yet فبما أنه عدنا yet إذن مباشرة ننفكر بالمضارع التام البسيط ما منطينا هو أي منطوق بالسؤال فإحنا بما نعدنا yet فنطبق صيغة المضارع التام البسيط فشنو تكون صيغته have has وتصرف ثالث بما أنه الجملة استفهامي إذا لازم نبدي بالفعل المساعد have لأنه have يعني you تأخذ have فنكتب have you buy تتحول تصرف ثالث تصبح but have you bought any maps of London or guidebooks yet number 11 a scorpion hold write true sentence with never about you أكتب جملة صحيحة بنفا حول نفسك فبما أنه عدنا never ونفا تجيو إلى المضارع التام البسيط إذن نطبق صيغة المضارع التام البسيط فيطلب مننا أن يتكلم عن نفسنا بأنه إحنا أبدا لم نمسك العقرب فأكتب I I معناها أنا و I شون تأخذ تأخذ have I have وبعدها never و hold الفعل حول تصرف ثالث يصبح held وننزل أسكيربيون I have never held أسكيربيون number 12 let's take Jamil to the new Chinese restaurant دعنا نأخذ جميل إلى المطعم الصيني الجديد he never went there هو أبدا لم يذهب هناك correct the sentence صحح زمن الجملة الجملة الأولى صححة لكن جملة الثانية هي اللي بها خطأ he never went there عدنا never و never لازم تكون شنو زمن الجملة لازم يكون مضارع تام بسيط لازم have has وتصرف ثالث فنكتب he ننزلها وبعدها has لأنه هي تأخذ has و never ننزلها و went نحولها إلى التصريف الثالث هنانا went من الرجع هالأصل هي go go من تصير بالماضي تصبح went لكن بالتصريف الثالث go أما تكون been or gone أنت أبوزين أما been or gone فهذا هنا بمعنى الذهاب يعني نريد نأخذ جميل إلى المطعم ياباني إذا رحنا المكان ورجعنا أو نتمني نأخذ شخص لهذا المكان أو نتمني نروح للمكان فنختار been فهناني go من صرفة الصرف ثالث يصير أما been or gone حسب إذا مكان رحنا لو رجعنا been إذا مكان رحنا وما رجعنا gone فهناني ذي نتحدث عن نتمني نروح لهذا المكان فbe been he has never been there number 13 if you see Khaled إذا يعني رأيت Khaled can you ask him about tonight هل تستطيع أن تسأله حول الليلة he can come هو يستطيع أن يأتي I ويطلب منك complete the response using already and an appropriate verb يعني نستخدم already وan appropriate verb وفعل مناسب فبما أنه عندنا already و already تجيوية مضارع تام بسيط إذن لازم نستخدم هذا الصيغة فنكتب I I I I I have already asked him أنا مسبقا طلبت منا أو told him أخبرته number 14 my parents are rent at home والدية ليسوا في البيت this evening هذا المساء they have وعدنا gone or go out بما أنه عندنا have فhave وهاز وهاد يجون وراهم تصريف ثالث لازم have has هاد وراهم يجي تصريف ثالث فنختار gone number 15 I haven't seen her since or for 2001 يعني أنا لم أراها منذ 2001 فهنا عندنا يعني زمن محدد وقت يعني سنة 2001 فإذا كان اختار since number 16 I bought him a new mobile phone last week يعني أنا أشتريته له هاتف الأسبوع الماضي and he already lost it وهو مسبقا فقده فبما أنه عندنا جملتين تربط بينهم and خلو نشوف الجملة الأولى الجملة الأولى I bought him a new mobile phone last week يعني جملة في زمن الماضي اللي عندنا last week ومحاولين الفعل but إذن صحيحة نجح على الجملة الثانية عندنا he already already تجوي المضارع التام البسيط إذن لازم شو يكون الجملة بها لازم بها have has وتصرف ثات فنا ما عندنا have و has عندنا فقط already lost فلازم نخلي has لأنه تجويه فنكتب and he has already lost it number 17 have you ever or did you ever spend the whole night awake looking at the stars يعني هل قضيت يوما يعني كل الليل متياقض تنظر إلى النجوم فهنا عدنا بما أنه بيء جملة ever في ever تجويه المضارع التام البسيط إذن لازم نختار هذه الصغة اللي بيها have has وتصرف ثالث فنختار have you ever ما نختار did you لين did ويا الماضي البسيط لكن هذه ويا المضارع التام البسيط have you ever spent the whole night awake looking at the stars number 18 I didn't go or I haven't been to China yet but I would like to one day يعني أنا أبدا لم أذهب إلى الصين ولكن أتمنى أن أذهب يوما ما فبما أنه مكان نتمنى أنه نروح له فشنو نختار نختار طبعا بما أنه عدنا يتبيئة جملة يتجويه المضارع التام البسيط فلنختار haven't been I haven't been to China yet but I would like one day number 19 have you never or ever flown in a helicopter يعني هال يوم ما حلقت في الطائرة المروحية فبما أنه عدنا هنا جملة استفهامية إذن نختار ever have you ever flown in a helicopter number 20 my family has lived in the same house since or for 1970 70 هذه جاء الدورة أول تطبيق 2020 وأحيائي فبما أنه عدنا هنا سنة محددة 1970 إذن نختار since since ويالأوقات المحددة number 21 would you like a cup of coffee هل ترغب بي كوب من القهوة no thanks وفراغ عدنا يطلب مننا أن نستخدم just just تجوي المضارع التام البسيط في نكتب I have just had or drunk one يعني أي وحدة صحيحة من الكلمات من الأفعال أما had or drunk يعني أنا توّن تناولت أو شربت واحد number 22 I haven't been or haven't gone to China yet but I would like to one day هذه نفس الجملة خدناها قبل قليل لكن ما كانت الاختيارات ما به haven't been كان didn't فالآن هي فرق بين يعني haven't been و haven't gone فبما أنه ما كان أتمنى أن أروح له أو ما كان مثل ما قلت رحت له ورجعت أو أتمنى أن أروح له أو أتمنى أن أخذ شخص له فأختار been I haven't been to China yet but I would like to one day و number 23 I've never died or written an elephant أنا أبداً لم أركب الفيل بما أنه عدنا never و عدنا have لازم بعدها تصرف ثالث نختار written و number 24 I haven't packed my suitcase yet أنا أبداً لم أحزم حقائبي حد الآن فبما عدنا ببداية قبل الفراغ عدنا haven't و have بعدها لازم تصرف ثالث و عدنا بنهاية جمليات إذن زمن مضارع تام بسيط فهي packed نحول هات الصرف ثالث نضيف له إيدي packed و number 25 I haven't seen a good film for or since last January وقت محدد يعني من جنواري الماضي وقت محدد نختار since و عدنا number 26 I have been reading a story and so far I finished three sections يعني أنا أقرار القصة و أنهي الثلاث يعني سكشنات أقسام put the verb in the correct tense يعني ضع الفعل في الشكل الصحيح أو الزمن الصحيح فهنا ما منضينا يعني أنه نخلي بأي زمن لكن إحنا من الدلالات الزمنية عدنا so far و so far تجوين مضارع التام البسيط إذن نكتب I وبعدها ننزل have و finish نحولها تصريف ثالث تصبح finished و number 27 you know your friend question how long يعني يطلب بنا أن نسوي سؤال بhow long فنكتب how long وبعدها have you none your friends يعني كم طول المدة اللي تعرف بها صديقك لأنه عندنا من ضينا you know your friends فيطلب بنا نخلي لhow long فنكتب how long have you لأنه الفعل فكتبنا have have you none no حولناه إلى none your friends و number 28 we haven't met since or for we were in school نحن لم نلتقي منذ كنا في المدرسة فوقت محدد منذ كنا في المدرسة يعني نعرف يا وقت يا يوم كنا في المدرسة فلذلك نختار since و number 29 I have had this car since or for November نوفمبا وقت محدد أيضا فنختار since number 30 never touch a snake make true sentence about yourself يعني اكتب جملة سيحول نفسك يعني never أبدا لم تلمس الأفعى فأحول على نفسي أنا أبدا لم ألمس الأفعى فأكتب I have never touched I have never touched a snake لأنه never موجودة فذلك حولنا الجملة إلى زمن المضارع التام البسيط فكتبنا I وبعدها have و never touched حولناها تصرف الثالث هو a snake number 31 look انظر somebody dropped their wallet on the pavement شخص ما أسقط محفظتهم على الرصيف put the verb in the correct tense ضع الفعل في الشكل الصحيح ما محددين أي زمن نستخدم ولا عدن أي دلالة زمني لكن من معنى الجملة ومعنى الجملة يدلن بأنهم أسقطوا محفظتهم في زمن سابق ولحد الآن تأثيره أنه ما وجدوا المحفظة فلذلك نستخدم مضارع تام بسيط فنكتب has dropped somebody شخص ما has dropped نضع في الحرف الأخير من drop ونضيف ed number 32 you look nice أنت تبدو جميلة أو أنت تبدين جميلة did you change your hairstyle هل غيرت طريقة شعرك correct the sentence صحح زمن يعني الجملة أو صحح الجملة فأيضا هنا ما منطين أي دلالة زمني لكن من معنى الجملة بأنه هي أو هو غير طريقة شعرك بيئة الماضية ولحد الآن هو تأثيره دي لاحظ الشخص المقابل أنه يعني طريقة شعرك متغيرة فدا يسألها هل غيرت شعرك أو طريقة شعرك فحدث بيئة الماضية وتأثير لحد الآن فمضارع تام بسيط فنكتب have you نحذف الدد نكتب بدلاها have وننزل you وchange نحولها تصرف ذات changed وyour hairstyle ننزلها number 33 have you ever or never stayed in a valley unusual hotel هل بقيت يوما في فندق غير عادي فهنا عدنا ever وever تجيوية الجمل الاستفهامية بينما never ما تجيوية الجمل الاستفهامية فذلك اختارنا ever number 34 the teacher not know the class for a long time المعلم لم يعرف الصف لوقت طويل correct the form of the verb in a bracket بقيم أنه عدنا for for تجيوية المضارع التام البسيط فلذلك نحول زمنها المضارع التام البسيط فنكتب the teacher هو مفرد hasn't none hasn't none وnumber 35 you ever sleep under the stars in the desert use present perfect symbol هنا محددين بأن نستخدم مضارع التام بسيط بقيم أنه موجودة you فنختار نكتب have you ever slept سليب نحولها إلى تصريف ثلاثة اسباح slept have you ever slept under the stars in the desert number 36 we have been married for or since 2003 يعني نحو متزوجين منذ 2003 فنختار since لأنه وقت محدد number 37 have you ever or never bought airplane tickets online هل يعني يوماً اشتريت بطاقات الطائرة على الانترنت فهنا لعدنا جملة استفهامية فذلك نختار ever number 38 they're films producers هم منتجين أفلام they make films since they graduated from university هم يعني ينتجون أو يصنعون الأفلام منذ تخرجهم من الجامعة فبما أنه عندنا since وهو since تجوية المضارع التام البسيط فذلك نختار هذه الصيغة فنكتب they have made make تتحول لا made they have made films ونكمل الجملة number 39 did Selwa's family move house yet هل عائلة Selwa انتقلت إلى البيت بعد correct the sentence يعني صحح الجملة فبما أنه عندنا yet في نهاية الجملة إذن نستخدم لازم صيغة المضارع التام البسيط فلازم تبدي الجملة بهذا وتصريف الثالث selwa's family يعني بمعنى عائلة Selwa نعتبرها مفرد واحدة فنكتب has selwa's family moved house yet number 40 I'm in a very good mood because I've just finished or I've just been finishing my exam فبما أنه عندنا just وجست تجوي المضارع التام البسيط مو المستمر فذلك نختار صيغة الأولى I've just finished have وتصريف الثالث number 41 I haven't seen her since or for three months فبما أنه عندنا three months لمدة ثلاثة أشهر ما محددين أي شهر فنختار four والجملة الأخرى have you ever or never seen our new website فعدنا ever تجوي الجملة الاستفهامية فذلك اختاريناها number 42 you ever ride on an elephant put the verb in the correct form ضع الفعل في الشكل الصحيح هنا مثل ما كاتبتكم الجملة الاستفهامية فذلك نبدأ بالفعل المساعد فهنا عندنا يطلب مننا أن نسوي جملة استفهامية فنبدأ به لأنه يتاخذ have have you ever written on an elephant هنا ما دي يطلب مننا أنه نتحدث عن نفسنا فقط يعني أنه نسوي الجملة في الشكل الصحيح فمن يطلب مننا نتحدث عن نفسنا فلذلك نبدأ الجملة بI have لكن هنا ما نبدأ بI have فقط نصحح يعني الشكل نكتب الشكل الصحيح لجملة have you ever written on an elephant number 43 I haven't seen him ages since or for فلعصور فإذا كان ما محددين فإذا كان نختار for for ages number 44 I never tried Chinese food state if the sentence is right or wrong and correct if wrong يعني حدد إذا الجملة صحيح أو خطأ وصحح الخطأ فهنا عدنا خطأ لأنه عدنا never والnever تجيوية المضارع التام البسط فلازم يكون have has وتصريف ثالث فنكتب I have never tried Chinese food number 45 sabah has ever or never traveled outside of Iraq فهنا عدنا جملة مستفهامية يعني صباح أبدا لم يسافر خارج العراق فنختار never number 46 the teacher hasn't known the class since or for a long time وقت غير محدد لوقت طويل فنختار for number 47 my sister isn't at home at the moment أختي ليست في البيت في هذه اللحظة she has been or gone shopping إنها ذهبت للتسوق بما أنه ذهبت ومرجعت لحد الآن إذن gone نختار gone number 48 does Samira know about the meeting هل Samira تعرف حول المقابلة I'm sorry I ويطلب بنا can't believe the response using yet and an appropriate verb استخدم يعني ال yet مع الفعل المناسب فنكتب I yet تجويا المضارع التام البسيط فلازم have has وتصرف الثالث فنكتب I haven't told her yet أنا أبدا لم أخبرها لحد الآن number 49 we first met them in July نو يطلب بنا بين قوسين أن نخلي الفعل نو بالجملة complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one putting the verb in brackets in the present simple present perfect simple يعني واضع عن الفعل بين أقواس بالمضارع التام البسيط فنكتب we وبعد have ننزل لأنه عدنا بما أنه طالب منا مضارع تام بسيط إذن لازم نطبق هذه الصغر تكون have has وتصرف الثالث فنكتب we have none ما ناخذ الفعل بالجملة لأنه يطلب من البين قوسين ناخذه فنكتب none وننزل them since July لأنه صارت مضارع تام بسيط فهنا وقت عدنا فلازم وقت محدد نختار yes since we've known them since July وnumber 50 I haven't seen Mahmoud since or for he came back from holiday يعني أنا لم أشاهد أو لم أرى Mahmoud منذ رجع من العطلة فاليوم اللي رجع به من العطلة هو يوم محدد فذلك نختار since وnumber 51 have you ever or never within an elephant هاليوم ما ركبت الفيل فبما أنه جملة استفهامية فنختار ever والآن عدنا بعض الأسئلة الوزارية الخاصة بموضوع الماضي البسيط past simple number one Adam has come back from Beirut yesterday correct the sentence صحح يعني الجملة ما نوعدنا بالنهاية yesterday البارحة دلنا على زمن الماضي البسيط فلازم نحول زمن الجملة الماضي البسيط نحذف has وكامل رجعها إلى الماضي تصبح came Adam came back from Beirut yesterday number two مونا get or got married to Ghassan two years ago قبل سنتين يعني مونا متزوجة من Ghassan قبل سنتين بما نوعدنا ago من دلالات الماضي البسيط فنختار got الفعل الماضي مو get or get مضارع لكن got هو الماضي number three we have all been to the park last weekend correct the sentence بما أنه عدنا last weekend أطلت نهاية أسبوع الماضي من دلالات الماضي البسيط فلازم نحول زمن الجملة الماضي البسيط نحذف have وبين هنا بمعنى الذهاب لأنه إحنا go الأصل من نسويه للماضي صير went ولكن من نسويه تصرف ثلاثة صير أما بين or gone يعني اثنين فهنا بمعنى الذهاب إذا رحنا المكان رجعنا أو نتمنى ناخذ شخص إليه فنختار بين وإذا ذهبنا وارجعنا ف gone فهنا بمعنى الذهاب فترجع go فgo من حول الماضي تصبح went فصير we all went to the park last weekend number four last year السنة الماضية my friend Zayna get hurt in a car accident يعني صديقتي Zayna تأذت في حادث السيارة correct فيما أنه عدنا last year السنة الماضية من دلالات الماضي البسيط إذن لازم نحول الفعل للماضي فget تصبح got number five what time have they gone to bed last night بما أنه عدنا last night الليلة الماضية فلازم نحول زمن الجملة إلى الماضي البسيط فنحذف have وبالماضي البسيط شنو بحالة السؤال نستخدم نستخدم did فنكتب what time did they go قد ترجع إلى أصلها go لأنه بما أنه موجودة did ددت جرد الفعل من أي شي فترجع go to bed وننزل بقية الجملة number six they go to Lebanon and Morocco to choose clothes two months ago هم ذهبوا إلى لبنان والمغرب لكي يختارون أقمشة قبل شهرين فعدنا ago من دلالات الماضي البسيط فإذاك نحول الفعل go فقط إلى went بالماضي number seven I've walked up early late this morning and I was late for school أنا استيقظت حقيقة متأخر هذا الصباح وأنا كنت متأخر عن المدرسة فهنا بما أنه عدنا الجملة الثانية بيها I was late ماضي بسيط إذن جملة الآن نحولها أيضا لازم الماضي البسيط فhave نحذفها ال-VE وwalking ترجع إلى الماضي تصبح walk I woke up early late this morning هذا كان شريح للأسئلة الوزارية الخاصة بموضوع المضارع التام البسيط والماضي البسيط من سنة 2014 إلى سنة 2021 إن شاء الله تكونوا استفادتم من الفيديو وانتظروني في فيديو جديد فقط على منصة درس العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر